في هذا الفيديو سنشرح الطريقة الصحيحة للتخلص من هذه الرسالة اللي بتدهر خصوصا أثناء تتبيت الألعاب سلام عليكم شباكوا حالكم إن شاء الله ديما نكونوا بألف خير معكم أخوكم ومحمد نرجع لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم جماعة الخير بعد كتير طلبات وكتير تعليقات بشوفها على فيديوهاتي السابقة اللي حطيناها الأيام الماضية عن هذه الرسالة يا أخوان بتدهر لما بتيجي تتبت ألعاب على جهازك خصوصا الألعاب الحبيب والله المكركة لما بدك تتبتها هاي الرسالة بتدهر وما بدخليك تتبت الألعاب هاي الرسالة إلها بعض الحلول إن شاء الله في هذا الفيديو راح أشاركها معكم قبل نبدأ جماعة الخير أتمنى أتمنى زي ما تشاهدون قدامكم في السوري أخوان أغلب مشاهدين قناتنا مش مشتركين يعني بيجون يشاهدون المقطع ويروحون بدون ما يشتركون نسبة كبيرة جدا أكتر من 90% يشاركوا في قناة وفعل زر الجرس حطنا لايك هذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس أوكي إخوان راح أطلكم في أول تعليق وفي وصف الفيديو هذا المقالة نزل هون نحمل ملف المستخدم في الشرح ضرور جدا تحمل هذا الملف يأخذك لهذه الصفحة هون عندك عداد يعد للـ 15 ثانية بعد تضغط على الرابط جاهز هون بعد هون الملف حجمه 3 كيلو بايت فيه بعد الأوامر والاختصارات والملف هذا الملف يخوان كمان موجود جوه الفولدر عد لهون 30 ثانية يجتاز كود الكابتشان موجود هون بعد ما تمر التواني نضغط على create download link ونحتج تجهيز الرابط يخوان حجم الملف 3 كيلو بايت تأكد من حجم الملف نضغط على click here to download لو ظهرت معك يعني أي أيقونات أو نوافذ من باتقة هون يعني جديدة سكرها وارجع للنافذة التحميل وضغط على تحميل بعد ما نحمل الملف يخوان هايو حل مشكلة الرسالة هاي عند تثبيت الألعاب نفك الضغط عن الملف هذا ضرور جدا اوكي بعد ما نسوي يخوان اولا واول خطوة لازم نسويها اوكي عندنا مثلا نعبة بيس 17 خصوصا ألعاب فيدجرل يخوان هي اللي بتصير فيها هاي المشكلة هاي الألعاب رح نضغط مثلا دغطتين انجليش هاي الألعاب يخوان نكست هون زين متشوفون الألعاب هاي هي اللي بتصير فيها هاي المشكلة رح نسكر هاي يخوان اتمنى يخوان ما تقدمون ولا تانية من هالمقطع عشان تفهمون الخطوات اللي رح نسويها بالتفصيل وما تطلق بطول اولا رح نروح على مربع البحث نكتب هون على setting نروح على setting update and security خطوة مهمة جدا يخوان ننزل هون لخيار windows security لو windows defender لازم تسكره سكر windows defender عشان هو أحد الأسباب الرئيسية في هاي المشكلة يخوان سكره انا مشايل أصلا التطبيقي يعني زلتم من ال windows الخاص بيه طريقة ايقافه يخوان رح تلاقوها في هذا الفيديو تقدر توقف بها windows defender تقدر بعدها لو بدك تشغله لما نخلص الخوات تقدر ترجع تشغله مرة ثانية بس انا بسكره وبعتمد على برنامج يعني antivirus احترافي مالور بايت هاي زين بتشوفوني يخوان وكمان لو تستخدم برنامج حماية زي مالور بايت افاست اي برنامج روحوا وسكروا من هون لازم برنامج الحماية يكون متسكر قبل ما نبلش الخطوات كمان يخوان رح نروح على مربع البحث نكتب كلمة control panel يخوان control panel هاي يخوان بعدها رح نكبر هاي اوكي defender firewall نروح على الفيروول الخاص بالويندوز رح نيجي هون على خيار turn windows defender firewall on or off يعني نسكر ولا نشغله انا انا قريبا زي ما قلت لكم من الادمن نطفيه نيجي هون على turn off windows defender firewall نيجي هون نحط هذا الخيار ونحط الخيار الثاني هون ونطلع بالشكل هذا عشان نسكر الفيروول بعدها رح نيجي على هذا الخيار نضغط ضغطتين بالشكل هذا يا اخوان عشان نعمل تشيك لملفات اللعبة اللي محملينها احنا عشان زي ما قلت لكم برنامج الحماية ممكن انه يشيل لك ملف من ملفات اللعبة هاي اخوان اللي محملينها احنا ممكن برنامج الحماية سبب لك مشاكل في اللعبة هاي اي لعبة كيفما كان نوعها سواء بيس 17 العاب بيس او اي العاب تانية زي ما تشوفون هون لو عندك علامة بالاحمر هون يعني الوضع عندك مش تمام ومش سليم اوكي ايش رح نسوي اخوان نشيل هاي العلمة بالشكل هذا بعدها يستحسن ويفضل انك تشيل وتمسح اللعبة بالكامل احذفها بالشكل هذا وين اللعبة هايها احذف اللعبة وعاود حملها مرة تانية عاود حمل اللعبة مرة تانية وصلا تتبتها ايش رح تسوي رح نيجي على الملف قبل ما تتبتها نيجي نحط ديتيالز هون اخوان حطها ديتيالز زي ما تشوفون عندنا هون بعض الاوامر تلات اوامر هون ملفات التمب رح نيجي ندخل على الملف الأول هاي اختصارات تثبت على اي جهاز نيجي كل الملفات الموجودة جوهط الملفات التمب المؤقتة رح نسويها ديليت نحذف كل هاي الملفات نحذف كل شيء موجود هون افقد لكم كل شيء موجود في بعض الملفات التي اتدخل الحاليهو اه، في بعض الملفات ما تنحذف اتدخل هون وضغط على skip نفس الشيء للملفات التمب التانية نيجي نحذف كلها الملفات الليع راح تلاقيها موجودة هون , CLANNAHizers and Connect meillä ممكن تلاقي عندك انت اكتر ممكن تلاقي عندك اقل اشر هون سكيب اشر مرة تانية و سكيب ملفات البرفج كمان ندخل جوه الملف اي ملفات بتلاقي عندك هون احدى في كل شيء موجود هون بدقة معاك ايقونة ونافدة هون تطلب منك يعني continue تضغط على continue وتمر للحدف هون عندنا الملف ملفة تكيست هون عشان نحمل الملف في جماعة الخيع نيجي هون ناخد هذا الرابط copy نروح على المتصفح الخاص بينا وننسق الرابط بالشكل هذا ننزل هون للأسفل ونيجي على الخيار الثاني download بالشكل هادي اخوان عشان يتم تحميل الملف هون بيقولك بيعد خمسة واني تقريبا اوكي بعدها راح نختار الديسكتوب سطح المكتب نفس الشيء للملف الثاني نيجي ناخد الرابط هذا بالشكل هاد ونيجي copy بعدها نلسقه في المكان هذا ننزل تحت هون راح تلاقي بس عندك خيار واحد تحمل وdownload نستنى هون خمسة ثواني بنفس الطريقة ركزوا معي شوي اخوان وزي ما اقول لكم لا تنسونا يا اخوان ولا تحرمونا من لايكاتكم واشتراكاتكم في القناة start download ونسكر نشيل هاي وننزل اوكي اولا الملف هذا نفق عنه الضغط بالشكل هذا يا اخوان نلاقي ملفين راح تاخد هذا الملف copy بالشكل هذا يا اخوان تاخده النسخ disk pc نروح على disk local c ورح نروح على ملف ويندوز ننزل للأسفل تحت نروح على ندور على خيار سيستم 32 هايو ندخل ورح نسوي له لسق هون نسوي له لسق للملف نضغط على استبدال لو طلب مننا استبدال ما طلب مننا استبدال خلاص ما في مشكلة رح نرجع خطوة وراء ولو تستعمل اصدار 64 بد رح ندور على هذا الملف هذا يا اخوان زي ما تشوفون قدامكم رح ندخل ورح نسوي لسق مرة تانية لنفس الملف هايو نسوي له لسق في المكان هذا رح نطلع ورح نحذف هادول هسا نروح على الفولدر الثاني خلاص رح نشيل هذا ضل الفولدر الثاني نسوي له استخراج نفس الطريقة copy ناخد هاد الملف ورح نروح لنفس المسار disk local c ويندوز نرجع اخوان ندور على ملف سيستم 32 بعدها نلسق الملف هون نرجع خطوة وراء نروح لخيار هذا size نسوي له لسق هون في المكان هذا ونطلع اوكي هس اخوان ضلت خطوة واحدة بس خطوة اخيرة رح نروح على this pc هون نضغط على properties بالشكل هذا advanced system setting هون رح تنبتق معانا هاي الايقونة نروح على advanced setting بالشكل هذا ونروح على خيار advanced programs change بهذا الشكل وهون يخوان رح تلاقي عندك ممكن تلاقيها مؤشرة هون عندك على خيار automatically نشيل عنه علامة الصح ورح تيجي على خيار c folder c او يصح سيكون الفولدر اللي بدك انت تتبت عليها اللعبة اللي تكون عندك فيه مساحة اكبر واللي بدك انتبت عليه اللعبة نيجي هون على خيار c مثلا نحطها costume size بالشكل هذا يا اخوان بعد الناس وكتير ناس بيقولون لك ممكن تحط هون 100 وهون تحط 3000 يعني 3000 في المكان هذا تضغط على خيار set بالشكل هذا بعدها نضغط على اوكي وبعدها رح يطلب منك تسوي restart وتضغط على apply وتضغط على اوكي بعدها اوكي وتعمل restart في المكان هذا سوي restart وشوف انحلت معاك المشكلة ولا لا لو ما انحلت المشكلة في خطوة اخيرة بدي اطلب منكم تسويها يا اخوان رح تيجي مثلا على folder اللعبة كمثال هذه هي اللعبة حاول اتغير اسم اللعبة مثلا غير اسم الفولدر بالشكل هذا غير اسم الفولدر بعدها اخوان رح ناخد الملف بالشكل هذا ناخده cut ملف اللعبة بتكلم نروح على disk pc يستحسن تاخده هون على ملف program files x86 وتحط الملف في المكان هذا تحطه لسق يعني يخده يعني cut ما تاخده copy خده كامل قص ويجيبه هون لفولدر x86 بعدها ادخل للملف وتبت اللعبة لما تخلص تتبيت تقدر تشيل الملف هذا وخلي بس الملف اللي تم تتبيته زي ما اقتلكم هاي الطريقة هي اللي تقدرون نتحلون بها المشكلة لكن رح نرجع يا اخوان مرة تانية انا بفضل اللي تسويه هو advanced setting هون نرجع advanced في المكان هذا program change لو ما ضبطت معاكم يعني نرجع هون لخيار costume في المكان هذا في الفاليو هذا رح نحط يعني نشوف احنا جهازنا شو هو اصلا مثلا رح نيجي هون على recommended يخوان هون عندي 2930 رح ناجي هون واكتب 2930 في هذا المكان recommended نكتبها هون وهون في الاسفل يا اخوان رح نيجي على calculator بالشكل هذا نكتب calculator الآلة الحاسبة او تقدر تستخدم بس موبايلك المهم رح نيجي على الفاليو هذا 2930 ورح نعمل له ضرب اثنين بالشكل هذا يا اخوان ضرب اثنين يسوي 5860 هذا الفاليو هو اللي رح نحطه هون 5860 لا تحط الرقم زي الرقم اللي عندي انت رح تشوف الفاليو اللي عندك في خيار recommended هون انا عندي 2930 انت الرقم اللي لقيته عندك هون رح تجيبه تحطه في المكان هذا والقيمة اللي رح تحصل عليها هي اللي رح تكتب في خيار maximum تضغط بعدها على خيار set بالشكل هذا نضغط على اوكي اوكي بهذا الشكل apply اوكي نضغط على اوكي ورح اقول له انا مرح ارست حاليا انت لازم ترست درست وهيك بيدن الله تتخلصون من المشكلة زي ما قدلكم يا اخوان ضروري جدا تسوي الخطوات زي ما سويناها في هذا الشرح وبيدن الله رح تتخلصون من هاي المشكلة مرة تانية يفضل ويستحسن انك تشيل اللعبة وتعاود تحملها مرة تانية عشان ممكن يكون صار في خطأ في ملفات اللعبة بعد ما حملتها سواء برنامج التورنت او اي برنامج تحميل لما بتحمل اللعبة ممكن برنامج الحماية يسوي عندك مشكلة لما تخلص زميع خطوات التتبيت وتتبتت عندك اللعبة امورك صارت في السليم ارجع شغل برنامج الحماية والفايرول الخاص بك عشان ما تصير عندك مشاكل اتمنى اخوان تكونوا يعني استفدتم من هذا الشرح وتتعلم معاكم المشكلة لا تحلمون اخوان من اشتركاتكم في القناة اشتركوا فعلي زر الزرس بيدن الله بدنا نوصل الى 50 الف مشترك في اسرع وقت ممكن كمان اخوان زي ما قلت لكم اغلب مشاهدين القناتنا مش مشتركين في القناة فالله يسعد ليكم يا رب اشتركوا في القناة فعلي زر الزرس لايك لهذا الفيديو انزلوا تحت الكومنتات اكتبونا تعليق لو عندكم اي استفسار او حبيته بس اكتبونا اي تعليق نافذ التعليقات موجودة في الاسفل ما ضل شي اخوان غير اودعكم علامة ان شاء الله شوفكم في مقطع الصوري صنطوري قادم سلام عليكم رحمة الله موسيقى